نشرة الأخبار من قناة بلقيس نبدأها بالعناوين أكثر من عشرة قتلى من الجيش بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في حضر موت رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع سلطة المحلية في حضر موت ويؤكد حرص الحكومة على تطبيع الحياة في المدينة سشاد امرأة في مدينة تاعز والميليشيا تواصل قصف القرى السكنية بالقضائف السلام عليكم قال مسؤول أمنيين أكثر من عشرة جنود من الجيش قتلوا وعصيب آخرون في هجوم انتحاري استهدف نقطة عسكرية قرب ميناء مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت وقال المسؤول إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في النقطة العسكرية الواقعة بمنطقة خلف وأسفرت عن وقوع قتلى وجرح في صفوف قوات الجيش أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر حرص الحكومة على إعادة تطبيع الحياة في محافظة حضر موت وقالت وكالة سبا الرسمية إن بن دغر عقد بعد وصوله مدينة المكلة اجتماعا مع قيادات السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية وقائد قوات التحالف ومدير الأمن وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجه الوزراء والجهات المعنية بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها أهالي حضر موت على رأسها خدمة الكهرباء رئيس الوزراء يصل للمكلة والإرهاب ينفذ أولى ضرباته هناك لا يخذ الأمر من دلالة يشير ذلك بوضوح إلى أن حضر موت على مفترق طريقين بعد قرابة ثلاثة أسابيع من تحريرها من سيطنة تنظيم القاعدة وبين محاولة استعادة الحياة في المحافظة بعد عام من سيطرة التنظيم عليها وبين انحدارها إلى مصير سيء تبدو ملامح كل الطريقين واضحة وهناك خطوات جادة على كليهما وموصول رئيس الوزراء والعملية الإرهابية المتزامنتين إلا إشارتان إلى سباق محموم على أي الطريقين ستمضي به حضر موت تحاول الحكومة من خلال زيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الإشارة إلى أنها لن تكرر نموذج عدن وأنها ستعود إلى المكلة قبل أن تملها الجماعات المسلحة والإرهابية ولكن هذه الجماعات أرسلت الرسالة الأولى نحن هنا أيضاً العملية الإرهابية التي استهدفت معسكران للقوات البحرية في منطقة خلف بالمكلة بسيارات منفخخة خلفت عدداً من القتلى والجرحى تبنها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية مذيلاً بيانه بأن هذه العملية تأتي في إطار معركته مع من أسماها مرتدي ميليشيا هادي عملاء التحالف وهي لغة كثير ما سمعها اليمنيون من جماعة إرهابية أخرى تخوض الحرب ذاتها يبدو الأمر كما لو أنها حرب ضد الشرعية ليس إلا من عدن إلى حضرموت تحول الجماعات الإرهابية المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للمخلوع وبأجندة سلطة الانقلاب محاصرة السلطة الشرعية وتفقيخ المدن لمنع تحولها إلى مقر لأعمال مؤسسات الدولة والإشارة إلى أنه لا سلطة سوها وهو من بدى واضحاً في عدن خذ الأشهر الماضية ويراد للمكلة السير على ذات الطريق ينضم إلينا من حضرموت مرسلنا محمد اليزيدي مرحبا محمد وأطلعنا عن آخر تفاصيل العملية الانتحارية هل هناك لديك معلومات حول عدد الضحايا؟ أهلاً بشيخي بشير حتى الآن للأسف لم نتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل العملية خصوصاً فيما يتعلق بالضحايا تفرض السلطات الأمنية هنا حالة من التكتيم الإعلامي الشديد المنطقة لا تزال مغلغة من قبل الجيش الذي طرض إجراءات الأمنية مشددة على الداخلين والخارجين إلى المنطقة منع الصحفيين من الاقتراب كذلك من المنطقة لكن مصادر عسكرية أخبرتنا أن العملية استهدفت سكنة تأوي عدد كبير من عناصر الجيش الوطني من قوات النخبة الحضرمية وكذلك من القوات التي تم استخدامها من محافظة عدن وهي من خبراء متخصصين في مكافحة الإرهاب وتفكيك المكفجرات تم جلبهم لتدريب قوات النخبة الحضرمية ومساعدتها في تفكيك المفخخات هنا في المكلة نعم محمد ماذا عن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مدينة حضرموت نعم زيارة رئيس الوزراء إلى المكلة وثلاثة من وزراء الحكومة الشرعية طبعا هي أول زيارة تقوم بها الحكومة إلى المكلة منذ تحذيرها من سطوة عناصر تنظيم القاعدة بندغر أشار في كلمته أثناء التقائه بعدد من المسؤولين إلى أن الزيارة جاءت بتوجيهات من الرئيس هذه للطلاع على الأوضاع في حضرموت ومساعدة الإدارة المحلية في المحافظة في التخفيف من وطأة الغروف الصعبة التي عاشها أبناء حضرموت خلال سيطرة عناصر التنظيم القاعدة والحرص على توفير متطلباتهم بندغر أشاد بدور التحالف والدور الذي تقوم به قبائل حضرموت في دعم الشرعية ومساندتها للجيش الوطني هو أيضا أدانة تفجيرات اليوم التي شهدتها المكلة معتبرا إياها أنها محاولة عبسية من قبل الجماعات المتطرفة للحديث الإيصال لرسالة بأنها لا تزال قادرة على توجيه ضرباتها هو أيضا في هذا الفيلم أشار إلى أن الحكومة لديها خطط لاستقرار بعد فترة إذا ما استقرت الأوضاع في الانتقال إلى حضرموت أو عدن إذا ما استقرت الأوضاع مستقبلا نعم بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء هل ستستمر طويلا في محافظة حضرموت أم أنه سيغادر خلال اليوم؟ هل لديك معلومات بها خصوص؟ حول هذا الموضوع تواصلنا مع المكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت حول هذا الأمر وغد أخبرون أن الوفد الحكومي قد قادر فعلا مدينة المكلة عبر طائرة عسكرية وهي ذاتها التي جلبته إلى مطار الريان الدولي في المكلة وأن الزيارة لم تستمر سوى لساعات قليلة نفذ خلالها الوفد عدد من الزيارات لمرافق حيوية في المكلة وعلى رأسها ميناء الضبا لتصدير النفط الخام بعد أن تم تطهيره من القنابل أو من القدائف والمتفجرات التي قام بجرعها عناصر تنظيم القاعدة نعم هل هناك علاقة لزيارة رئيس الوزراء؟ هذه الزيارة السريعة بتزامن العملية الإرهابية التي حدثت صباحا اليوم في المدينة؟ لا أعتقد أن لها علاقة خصوصا وأن هناك مصادر أشعرتنا أن الزيارة مخطط لها منذ وقت سابق لكن العناصر الإرهابية ربما حاولت بهذه العملية التي حدثت اليوم تأكير صفو هذه الزيارة وإيصال الرسالة للحكومة أنها لازالت موجودة على الأرض وأنها لازالت تستطيع توجيه ضربات قوية ومؤلمة للحكومة في حضر موت بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تطهير المكلة وكافة مدن ساحل حضر موت من تواجد هذه الجماعات إلا أن عملية اليوم قد تشير بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعات لا تزال لديها خلايا نائمة لا تزال لديها فلول تستطيع التحرك وتستطيع تنفيذ مثل هذه الضربات نعم إذن مرسلنا محمد اليزيدي كنت معنا عبر الهاتف من حضر موت شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين نفتح الآن الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام اليمنية المقامة حاليا في دولة الكويت برعاية من الأمم المتحدة انسحب الوفد الحكومي من اجتماع اللجنة الأمنية والذي كان مخصصا لمناقشة تفعيل لجان التهديئة وقالت مصادر السياسية في الكويت رئيس الفريق الحكومي في اللجنة عبد العزيز جبار انسحب من الاجتماع الذي كان مقررا أن يناقش سبل تعزيز أداء لجان التهديئة وتفعيل وقف إطلاق النار بعد رفض فريق الميليشيا مناقشة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن تعز واتهامهم لجنة التهديئة في المحافظة بأنها تمارس تضليل الإعلامي رحب مساعد وزير الخارجية الأمريكية توماس شانون بما وصفها التطورات التي يشدها ملف المعتقلين والسجناء في المشاورات اليمنية الجارية بالكويت وقالت المتحدثة الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو إن شانون التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد وتباحثا حول وسطة الأمم المتحدة في محادثات السلام والسبل التي يمكن من خلالها للولايات المتحدة تقديم مساعدتها لإنهاء الصراع في اليمن استشهدت امرأة وأصيب أربعة مدنيين في حصيلة للقصف المستمر الذي تشنه الميليشيا على الأحياء السكانية في مدينة تعز وفي مديرية مقبن غربي المدينة استشهدت تربوي محمد النجار أثناء توجهه إلى عمله في مدرسة الهدى حمير برصاص مسلح تابع للميليشيا أفد مراسلنا في تعز أن ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفت قرى ساكنية في ريف المحافظة وقال مراسلنا أن الميليشيا المتمركزة في جبل الهتاري ورأس الخراس وقامت بقصف قريتي القطعة وضبي أعبوس بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة وأضف أن جبل شوكة في هذه الجبهة تشهد تبادل للقصف بين الميليشيا المتمركزة في ذات الجبل والجيش الوطني والمقاومة ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا الآن مراسلنا من تعز فواز الحمادي أهلا بك فواز فواز طلعنا عن آخر المستجدات اليوم في المدينة نعم شاديش عدد من جبهات مدينة تعيز قصفا عنيفا من قبل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح عقبها الشباكات عنيفة بينها وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ففي مديرية حيفان قصفت شيئة الحوثي وقوات المخلوع الصالح المتمركزة في جبل الهتاري ورأس الخراس قصفت قرية القط بالرعم أعبوس وكذلك قصفت قرية ضبي أعبوس بقذايف الهون والرشاشات الشقيحة كما قصفت ميليشيا الحوثي المتمركزة في جبل شوكة مواقع لقوات الجيش المحاطس المديرية حيفان عقبها الشباكات عنيفة بين الميليشيات وبين قوات الجيش الوطني من جهتين أخرى كذلك ميليشية الحوثي والمخلوع قصفت مقاص اللواء 35 مدرع غرب مدينة تعيز وكذلك السجن المركزي ومعدد من الحياة السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وكذلك شهدت هذه المناطق نعم إذن يبدو أننا نواجه مشكلة في سماع مراسلنا فواز الحمادي إذن أشكرك فواز كنت معنا عبر الهاتف من تعز إذن قالت منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني إن الحرب في اليمن دمرت قرابة 27 ألف منزل ومنشؤة صحية وتعليمية وذكر تقرير للمنظمة تضرر الآلاف من المنشاة السكنية بأضرار متفاوتة فيما تعرضت دور العبادة للتفجير وبحسب التقرير فإن عددا من المعالم الأثرية والجسور والطرق هي الأخرى تعرضت للتدمير الجزئي والكلي منذ بدء الحرب لم تقدم الحرب شيئا غير الدمار وذلك ما يدفع بالمراكز والمنظمات المدنية إلى القيام بمواكبة الأحداث المتسارعة في هذا الجانب وأيضا محاولة توثيقها وإعلانها للرأي العام نلاحظ أن كمية التدمير للمتركات العامة والخاصة شكل كبير جدا تعمدت ميليشيا الحوث والمخلوع باستهداف مرافق الدولة والمؤسسات العامة والخاصة إما من خلال تمركزها بهذه المؤسسات أو من خلال تخزينها للأسلحة أو من خلال تمركزهم في داخلها وقع لها مواقع عسكرية لقنص المارة أو مواقع عسكرية لاستهداف المنازل السكنية في المدينة هنا أرقام مأهولة وإحصاءات أصدرتها منظمة الأهلية في تقرير حقوقي عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء الحرب خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2015 لم تنتهي الحرب بعد ومن الطبيعي لن يتوقف التدمير الذي طال أغلب أحياء المدينة فما زالت الميليشيات الإنقلابية تقصف المدينة بمختلف الأسلحة الثقيلة ولا يزال ناشطون يقيدون كل يوم أرقاما جديدة بشأن الضحايا والخسائر التي تلحق بالمدينة والمحافظة بشكل عام ليبقى السؤال الأبرز الآن إلى متى ستظل هذه المحافظة ترزح تحت وطأة القصف والتدمير مهما تنوعت المنظمات وناشطها ومهما بذلوا مزيدا من الجهد لتوثيق الخراب في تعز يبقى الأمر خاضع تماما لتوقف حرب الميليشيات الإنقلابية التي تسعى إلى المزيد من الدمار حمزي أمين قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر إذن يعود إلينا مجددا مراسلنا من تعز فواز الحمادي فواز ماذا عن هناك أنباء وردتنا أن منطقة الأقروض تتعرض لقصف هذه اللحظات ماذا لديك من أنباء؟ نعم شادي تشهد عدد من مناطق عزلة الأقروض قصرا عنيفا من قبل ميليشيات الحودي وقوات المخلوع صالح المتمركزة في مناطق حبور والخليل التابعة لمديرية دمنة خزير أيضا شهدت المنطقة الشباكات عنيفة جدا بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحودي وقوات المخلوع صالح بعد أن حاولت ميليشيات الحودي تقدم صوب مواقع قوات الجيش الوطني كما تمكنت مدفعية الجيش الوطني من تدمير طاقم للميليشيات على مثله رشاش 14 روصة في جبال الشجرة وقرح وقتل من كان على طاقم إذلك طاقم تدمير مدفع بي عشرة كانت تحاول الميليشيات عن تنصبه في منطقة حبور التابعة لمديرية دمنة خزير المحاذية لعزلة الأقروب نعم هل لديك معلومات عن وجود ضحايا جراء هذا القصر؟ لم تردنا حتى لأن أي ضحايا عن مدهيين أو عشيين عن هذا القصر الذي تتعرض له عدد من المراطق عزلة الأقروب حال غروض لدينا في أن بحث وغيرهم به نعم إذن مراسلنا فواز الحمادي شكرا جزيلا لك قال نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة لواركنا دكتور ناصر الطاهري إن ميليشيا الحوثي والمخلوع استفادت كثيرا من الهدنة ووقف الضربات الجوية على أهدافها الرئيسية في تعزيز مواقعها وضف أنه منذ اللحظة الأولى لهذه التحركات العسكرية ونشر الوحدات والآليات أبلغت قوات التحالف العربي أن الهدنة ليست فعلية ميدانيا وأن الميليشيا تكسب الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية ودعا الطاهري قيادة التحالف إلى عودة العمليات الجوية وضرب الأهداف الرئيسية للميليشيا بالتنسيق مع القوات البرية لوقف هذه التجاوزات كشف تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيا الحوثي والمخلوع ما يزيد عن 50 انتهاكا لحقوق الإنسان في محافظة ضمار خلال شهر إبريل الماضي وتنوعت الانتهاكات بحسب التقرير الصادر عن مقاومة ضمار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلن وزير الخارجية الصينية بلاده ستعفل يمن من الديون وستستمر في تقديم الدعم للحكومة الشرعية جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي على هامش اعمال منتدى التعاون العربي الصيني المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة وبحسب وكالة سبا الرسمية فان المسؤول الصيني اكد ان بكين ستواصل دعمها للحكومة اليمنية من اجل استعادة الشرعية واعادة اعمار اليمن مع دخول الفصل الصيف يواجه سكان محافظة عدن طروفا صعبة جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتأخر الصيانة الشاملة للمحطة الرئيسية بعد ان دمرت جراء الحرب تقرير التالي والتفاصيل مهندسون وعملون في المحطات الكهربائية يحيلون تثاقم ازمة الكهرباء في عدن الى تعطل بعض الالات واحتياج الكثير منها للصيانة ويبدون استغرابهم من اصرار المسؤولين على استمرار الايجار للمعدات الناقصة محطة العزوة لم يوصلها اي قطع غيار لمدة سنين ومحطات كمنا المنصورة منشان الايجار يهتموا بالايجار ايش الفائدة اذا عملوا هذه الصيانة ما بيستفيدوش اي حاجة من محطات الايجار هذون المسائل الموجودين في المؤسسة العامة وفي ظل احتياج عدن ما يقارب 400 ميجاوات فكل ما تملكه الان ما لا يزيد عن 120 ميجاوات ما يزيد من احتمالية الخطر ويهدد بتضاعف الانقطاعات وصل في عدن الى امس 356 ميجا انت في احسن الاحوال ما فيش حطال معك توصل الى 180 ميجا يعني الوضع سيء للغاية اذا لم يداركونا في قطع الغيار وتوفير توليد العيب والعتاب على الحكومة اليمنية التي تركت هذه المحافظة وبقية المحافظات المحررة دون الالتفاة لوجود هذه الخدمات ومنها الكهرباء وبعيدا عن مكاتب المسؤولين لا يبعد المواطن عيناه عن عقارب الساعة لمراقبة متى ستضيء الكهرباء التي تعكس انقطاعاتها معاناة على جميع قوانب الحياة وعيانا في المدارس تعبوا بصراحة يلا لا ذكرنا لست المغرب ما فيش بذاكرة بالليل على مدار الاربعة وعشرين ساعة تطفأ الكهرباء ثلاث ساعات بعد تشغيلها ما يقارب الساعتين فهل سيزداد الأمر سوءا في الأيام القادمة من هنا يتم التحكم بتوزيع انقطاعات الكهرباء على أحياء عدن ومن هنا نوصل مناشدات المواطنين لإيجاد حلولا للتخفيف من أعباء هذا الصيف الحار مروى العزاني قناة بلقيس عدن وصلت الدفعة الثانية من حافلة نقل مخصص للقطاع الصحي والعاملين في محافظة عدن مقدمة من لجنة لغاثة العليا الكويتية وقال مدير الصحة في المحافظة الدكتور الخضر رسور إن هذه المعونات ستعمل على رفع الأداء في المؤسسات الصحية بالتزامن مع دعم كويتي للأعمال الإغاثية في محافظات عدة اليوم نحن أيضا نستلم الدفعة الثانية من باصات وهي إن شاء الله ستدخل الخدمة في مستشفيات محافظة عدن منذ فترة طويلة لم نستلم باصات خاصة لناقل الممرضي والأطباء إن شاء الله هذا الخدمة ستعمل على أيضا رفع الأداء تحاول بعض المبادرات الأهلية في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة مساندة الأسر المتضررة من السيول وشهدت المحافظة طول أمطار غزيرة أدت إلى تضرر المنازل في المحافظة ونزيح مئات المواطنين في ظل غياب تام للجهات الرسمية التقرير التالي والتفاصيل لا يكون الاتجاه إجباريا إلى منطقة معينة إلا في ظل حالتها الصعبة وواقعها المعيشي المتردي كما هو حال مديرية الزهرة في محافظة الحديدة التي تمر بأسوأ أوقاتها خصوصا بعد أن شهدت المحافظة موسم أمطار شديد خلف أضرارا في البنية التحتية التي لم تكن هي الأخرى على أحسن حال هنا على مشارف المديرية يستقبلك هؤلاء الذين ألقت بهم السيول في العراء ينتظرون فقط تلقي المساعدات ومحاولة التكيف مع واقعهم الجديد ترك كل شيء انفرارا من الموت لكن لا أحد كما يبدو معنيا بشأنهم في ظل غياب الجهات الرسمية باستثناء مبادرات بسيطة تحاول مد سبل الحياة إليهم لكنها أيضا قليلة ولا تفي بأقل المتطلبات تم النزول إلى مديرية الزهرة إلى المنطقة التي تعرضت إلى السيل وتضرر منها بعض القراء الآن نحن في منطقة اسمها العريضة تدمرت جميع البيوت بالنسبة للساكن 25 أسرة وتم توفير بعض الخيم أو ليس حتى خيم يمكنني أن نقول أنهم سراير وبفراشات وبعض الخيم من نظمة اللاجئين أيضا في معاناة كثيرة أن الأسر كثيرة وصلت إلى 27 أسرة وجات من أماكن تعرضت لتهدم كامل للبيوت في حالة مرضية أيضا في العشاش المشكلة التي يعانون منها أنها عدم وجود المياه إلى الآن يعني ما في شوالا مكان حصلنا فيه ممكن براد لشرب الماء لا ماء ولا مأوى وليس هناك أبسط شيء من مقومات العيش لثمت حياة يمكن أن تشعر بها في هذا المكان سوى أن أناسا يتنفسون ويتحركون حيث يقيمون داخل أكواخ القش وهم في الأساس خارج الحياة الطبيعية تماما وجهت الحكومة محافظ محافظة سقطرة بالبدء في إجراءات لوقف التصرف بشواطئ وأراضي الأرخبيل غير الواقعة في المناطق السكنية وبحسب وكالة سبا الرسمية فقد أقرت الحكومة في اجتماعها تشكيل رجنة حكومية مهمتها النزول الميداني للجزيرة والاطلاع على ما يحدث في شواطئ الأرخبيل تعد الصناعات المحلية والحرف التقليدية من أقدم المهن التي تمثل في مجموعها نمطا من أنماط التراث الحضرمي من هذه المهن صناعة التنانير التي بدأ بها الأجداد في المحافظة ثم انتقلت إلى الأحفاد تقرير مراسلنا حداد مسيعد والتفاصيل تعد الصناعات المحلية والحرف التقليدية من أقدم المهن التي تمثل في مجموعها نمطا من أنماط التراث الشعبي الذي عرفته حضرموت واشتهرت به منذ القدم فقد مارس هذه الصناعات والحرف قطاع كبير من الناس في أماكن وأزمان مختلفة وربما أن هذه الصناعات المحلية والحرف اليدوية تعد محورا مهما في فن التراث الشعبي في معمل صناعة التنانير بوادي حضرموت تتوفر كل المكونات المستخدمة في صناعتها وهو عبارة عن مكونات بسيطة مثل الحجارة الخاصة التي يتم جلبها بصعوبة من هذه الجبال وتتم عملية عجنها بإضافة الماء عليها تصبح جاهزة للاستخدام نقوم بخريط طين من المغارات اليبلية لصناعة هذه التنانير والطوب الأحمر وأي تشكيلة معك وبعدين نقوم بتصليحها نقوم بحرقها وبعدين نقوم بحشو حق الرمادة مشان يمسك حرارة ونقوم بعملية بيعها تستمر هذه العملية بتحضير الطين لتضع في إطار خاص يسمونه مفتل ثم تلف على قالب معد لهذه الغرض بشكل استواني وهذه مهارة لا يجيدها إلا خبير فيحصلون على شكل التنور بعدها تتم عملية لف الفخار بألواح من الحديد ليحفظ التنور من التلف وليحافظ التنور على درجة الحرارة يتم أيضا وضع مادة عازلة تحافظ على حرارة التنور لأطول فترة ممكنة عملية التنانير توارثناها من الأجداد أولا ولازمنا نعمل فيها وفانيا نقوم بعملية الطين ومدخل الغار ما هو بسيط نقوم بمخرج الطين منه ونقوم بعملية التنانير ونقوم بالتصدير في اليمهورية وخاري اليمهورية مثل السعودية وإمان وبوظبي حققت هذه الحرفة رواجا داخل وادي حضر موت وخارجه حيث بات أصحابها لا يستطيعون الاستغناء عنها في حضر موت وبلدان الجوار مهنة في اليد أمان من الفقر هذا هو شعار أسرة ألباني في مدينة تريم المشهورين بصناعة الخزف والتنانير فقد انتقلت هذه المهنة من الأجداد إلى الأحفاد حداد مسعد قناة بلقيس تريم حضر موت احتفت موسوعة ويكيبيديا بالشاعر والمثقف اليمني الكبير أحمد فضل القومندان واخترت الوكيبيديا مقالتها اليوم عن القومندان ويعد أحمد فضل القومندان هو شاعر وملحن وعسكري وينتسب إلى أسرة العبدالي التي حكمت سلطنة لحج في عهد الاحتلال البريطاني للجنوب اليمني وهو أيضا مؤرخ وباني النهضة الزراعية في لحج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختم النشر هذا تذكير بالعناوين أكثر من عشرة قتلى من الجيش بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في حضر موت رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع سلطة المحلية في حضر موت ويؤكد حرص الحكومة على تطبيع الحياة في المدينة استشهاد امرأة في مدينة تعز والميليشيا تواصل قصف القرى السكنية بقذائف الهاون مشاهدين للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الالكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الملتقى في امان الله وحفظه اشتركوا في القناة